موسيقى صباح الخير بفقرة التغذية اليوم ربما مشربش كل خميس بتخصصنا عن موضوع الحميات لانه هذا اكتر اشي يشاغل بالنا في موضوع التغذية اليوم رح نحكي عن الحمي المتعلقة بتكيس المبايد ورح نشوف مجموعة من الاسئلة على السوشال ميديا ومنحب طبعا دائما مشاركتكم لانه دائما ربا وحتى رازان بتابعوا على الصفحة ايش في اسئلة فرح نجاوب على الاسئلة ورح نحكي عن حمي متعلقة بتكيس المبايد صباح الخير ربا صباح الخير دانا اهلا تمام اهلا وسهلا اليوم خصصين عن حمي متعلقة بالتكيس في حمي متعلقة بالتكيس مبايد هلا تكيس كتير سنة نحكي عنه من جديد دانا لانه في كتير سيدات عندهم حالات تكيس مبايد وليش عم نعمل له حمي لانه عادة في عنا عدة اعراض يعني بيعانوا مثلا من اهم اشي مشكلة في الوزن غير مشكلة الانجاب بيعانوا من شعر زائد بيعانوا من عدم انتظام في الدورة الشهرية ولكن في مشكلة مرتبطة كتير بالوزن طبعا ويعاني من معظم الاحيان من مقاومة الانسلين وارتفاع في هرمون الذكري فعشان هيك في عنا عدة هاي الاعراض وكتير في عنا مشكلة في الوزن وكتير الحمي لها دور كتير كبير انها تحسن من مقاومة الانسلين وبالتالي بتحسن من التكيس وملاحظ حتى احنا دائما منشوف حالات انه كانت البنت مثلا مليانة رجع لها التكيس اول ما تنحف بيصير فيه تحسن ولما تروح عند الطبيب او الطبيبة بتقولها انه لازم تنحف لانه كتير له دور في تحسين الاعراض وبرضو حل مشكلة التكيس ففيه لها حمية خاصة هلا بنحكي عنها اكتر بالتفصيل اللي هي حمية بنعتبر بنحط فيها نشويات ما بترفع نسبة السكر في الدم بشكل كتير كبير عشان يساعد فيه هرمون الانسلين واجعنا كتير استفسارات دانا احنا دائما نقول خميس لانه منحكي عن رجيم خاص لك عدة حالات اجعنا كتير استفسارات هلا بنجاوبهم خلينا اذا ما نشوف الاسئلة الموجودة معنا بس حبيت انه الخبر السعيد لانه دائما نحكي خلص هاي مشكلة مرات هرمونات مشكلة التكيس ما فيه رجيم ما فيه اشي ما يساعدك لا احنا منطمنهم انه فيه نظام طبعا اذا خلينا نشوف الاسئلة المعنى عبلا حسني معنا باول سؤال عبلا حسني اوكي عبلا حسني بتحكي انه تقلل النشويات لنسبة 50 جرام في اليوم يعني عم بتحكي اذا هل هاي بتفيد ونبتعد عن منتجات الالبان هنلا بحكي ليش عن منتجات الالبان وهل بنفع الى اللي عندهم مقاومة انسلين هلا اول اشي ناخد نشويات 50 جرام في اليوم كتير نسبة قليلة من النشويات احنا بحمية التكيوس المبايد منعطي نشويات ولكن هلا رح نعرض احنا بفقرة دايما السعرات اليوم عرضت انواع اغذية وايش المؤشر لقليسيمي تاعها فعادة النشويات لازم ندخلها بالنظام الغذائي ولكن زي ما حكيت قبل مختار بعض النشويات اللي ما بترفع نسبة السكر في الدم بمباشرة بشكل كتير بعد تناولها فعادة منركز على الحبوب الكاملة على البقوليات بعض انواع الفواكه مثلا مش انه الواع عن الفواكه التانية مثلا زي العنب والموز والتين ما مندخلهم ولكن منقلل من تناولهم انركز على تفاح بردقان انجاز لانه ما بيرفعوا السكر في الدم كتير بعد تناولهم فاذا بدأت اخذ تفاح بردقان وانجاز وانجاز هذول الكتير منركز عليهم لانه زي ما حكيت ما بيرفعوا نسبة السكر في الدم بشكل كتير كبير فالحمية كتير بتساعدهم بس انه تتبع حمية 50 جرام نشويات كتير قليل بالنشويات عادة ما منفضل يكون قليل لهذه الدرجة هذا النظام تقريبا قليل جدا لخالي بالنشويات بالنسبة للالبان لسه دراسات متضاربة لانه صاروا يحكوا انه في بعض الدراسات اشارت انه ممكن منتجات الالبان تأثر على هرمون التستسترون اللي هو الهرمون الذكري اللي بيكون شوي مرتفع عند البنات اللي عندهم تكيوس ولكن لحد الان ما في اثبات علمي كافي انه نحكي الالبان بالعكس لازم يدخلوا الالبان في نظام الغذائي شامعه يتأثر عندهم نسبة الكالسوم وفايتامين دي بس منختار الالبان اللي اللي بدأسها ممكن نتناول حسطين في اليوم من القلبان هلأ الامتناع تماما عن النشوياتها مضر طبعا مضر هلأ اذا حمية خالية من النشويات كتير صعب تطبيقها لانه لما نحكي حمية خالية من النشويات ننلغي فواكه ننلغي كل انواع النشويات من رز وخبز وغيرها وهاي الحميات اذا كانت خالية مشكلة كتير كبيرة بتأثر على دماغ بتأثر على التركيز بتأثر على الكتلة العضلية فإلها مشاكل صحية كتير كبيرة مع انه في كتير اشخاص بيطبقوها بيحسوا فيه تحسن على تخفيف الوزن وعلى نزول الوزن ولكن ما منفضلها طبعا معنا كمان سؤال من أرجوان يوسف خلينا نشوف سؤال هلا هي صارت تحكي انه بتعاني من كتير مشكلة في زيادة بالهرمون الذكري بالدورة غير منتظمة عندها وعم تسأل على مساعد السكري وعندها طبعا زيادة شعر هاي كلها اعراض اللي هي تكيز المفايد ولكن عم تحكي على مساعدة السكري اللي هو علاج بنعطة لمرضى السكري هلا بدي احكي عليه شويل لانه كتير وشي على استخدامه هلا هذا دواء وهذا دواء دايما علاج بنعطى بوصفة طبية بدنا ننتبه ما ناخده لانه في منه جرعات عادة دايما احنا منسأل اذا عم تاخد هذا العلاج لانه عادة موصبكم من الطبيب كتير بيساعد في مقاومة الانسلين اذا كان عندها مقاومة انسلين بس اذا شخص عنده هاي المشاكل ودغري اخذ الحبة من خاف من غير اشراف طبي من خاف من حالات هبوط سكر مثلا ممكن ما يفيدها لانه عادة مقاومة الانسلين لازم علاج اذا كان في داعي مع الطبيب ولازم حمية ولازم رياضة نوع حمية معينة ولازم رياضة لازم الثلاثة مع بعض اولها اذا كان عندها وزن كتير زائد ومشكلة التكيس كتير كبيرة ممكن تاخد العلاج والحمية والرياضة شوي يكون نزول الوزن بطيء هذا اشي طبيعي لانه عندها مشكلة ولكن شوي شوي كل ما نزلت وزن حتى لو كان نزول بطيء بالوزن بنلاحظ في تحسن بس بده استمرارية يعني ما تقارن حالها بسيدات تانين وما تاخد المساعد او اي علاج بدون وصفة طبية تمام نشوف كمان فيه كمان سؤال مضبوط اه فيه عندنا كمان يمكن سؤالين ثلاثة عندنا سؤال من ضياء ضياء الحمية لمتا وفيه موعد محدد للوجبات اذا عم تسأل هلالحمية لمتا على حسب حالتها الصحية على حسب اذا راح التكيس عندها ولا لا وبس هي الحمية بتقدر دائما نضلها عليها يعني مش انه يعني هي بس بتغيير انواع الاكل وبعض انواع الفواكه منقلل من تناولها مقارنة بفواكه يعني اشي عملي مش عم نحكي انك انت ترون جهزي وجبات صعبة وتشتري اكل خاص من الموجود اختيارات هلا ممكن اذا كانت المقامة الانسرين كتير عالية وعندها مشكلة كبيرة من ركز مثلا نعمل تحولات جذرية منحول لرز اصمر مثلا منقولهم فممكن نعمل هذا ففيه موعد محدد للوجبات زي الاشخاص العاديين ما نعكل كتير متأخر بالليل ونركز على وجبة الافطار تمام اوكي في سؤال من ساندي ساندي عم تحكي اذا فيه اغذية لازم نتجنبها او نركز عليها الاغذية اللازم نتجنبها اكيد الاطعم الدهنية السكر كتير مضر للاشخاص اللي عندهم تكيس مبايض ننتبه للمشروبات اللي فيها كميات سكر عالية جدا السكر بأكدنا لازم يقللوه بشكل كتير كبير الحلويات كتير مضررة للاشخاص اللي عندهم تكيس مبايض فهي مالي نركز على الاطعم العالية بالسكر والاطعم العالية بالدهون ولكن التأثير الاكبر عليها الحلويات والاشي اللي برفع السكر في الدم بشكل كتير كبير هدول اهم اشي لازم نركز عليه اوكي اخر سؤال صح؟ اخر سؤال يمكن اروى اروى نعم عم تحكي اروى انه الاطعم اللي بتخفف من التكيوسات وبالتالي بتخفف الحبوب اللي بتطلع بالوجه بسبب التكيوسات برضو هاي من اعراض التكيوس انه بصير فيه عندنا حبوب اول ما ننزل الوزن رح نحس فيه راحة احسن واكيد مع العلاج هاي الاشياء والشعر الزائد لانه المشكلة اللي بكون عندنا هرمون الانسولين عندنا مقاومة فيه عندنا مقاومة الانسولين فعندنا مشكلة وهاي بتعمل كل هاي الاعراض فعادة لما يبدأ ينزل الوزن الوجه بصير يتحسن الشعر الزائد بصير يخف بصير احسن الوضع بس هي بدها استمرارية وما بزبط نمشي على الحمية اسبوع اسبوعين وكل واحدة بتختلف السعرات تاعتها عن شخص تاني فاحنا عادة اذا كان عندها زيادة وزن منعملها حمية لتخفيف الوزن ومنغير بانواع الفواكه والحبوب وهلا احنا لما نعرض السعرات منعطي امثلة اكتر على انواع الاكل تمام اوكي احنا نشوف اذا مجموعة من صورات الاكل مع صورات الحرارية بس دي اسألك حبيت معنومة ان الرياضة بتحسن من الموضوع كتير لانه بتساعد انها تحسن من موضوع مقاومة الانسولين بتساعد الانسولين بصفي يعني ما في استجابة لقيلو للخلايا الانسولين هو عبارة عن هرمون بنقل السكر للخلايا اللي تستفيد منها فمن اسمه مقاومة الانسولين في عنا مشكلة باستجابة هاي الخلايا للانسولين اوكي فبيؤدي لشوي ارتفاع في نسبة السكر في الدم فالرياضة والحركة وزيادة الكتلة العضلية بتساعد ان الخلايا المستقبلات اللي عليها لهذا الهرمون تستجيب اكتر اوكي فهذا كتير بساعد في مشكلة التكيس لانه اصلا عندها مقاومة الانسولين ومعظم الابحاث اشارت انه التلاتة مع بعض يعني فيه ناس بقولك انا اخدت الدواء ما استفدت اكيد ما رح تستفيدي وحمية واذا كان لابد انه تاخد ادوية وما اخدتها لانه فيه بنات بوقفهم على خاطرهم يعني من اللي عم نشوفه فهو لازم يكون تلاتة مع بعض رياضة وادوية اذا مع طبيب وحمية تمام اوكي طيب خلينا اذا نشوف الصور اللي معنا فيما يطالق السورات بزبط ادانا هدولة اخترت اليوم ايش اسمه مؤشر غليسيمي مؤشر غليسيمي اذا كان فوق الخمس وخمسين ستين وفوق يعني عالي يعني اطعمة عالية جدا بالمؤشر غليسيمي واللي هي مش كتير مفيدة ننقللها لمرضى التكيس نرجو نتذكر ايش المؤشر غليسيمي المؤشر غليسيمي اه هو عبارة عن رقم بنعطى لانواع من الاكل اذا كان عالي فوق الستين يعني هو مؤشر غليسيمي مرتفع وهذا يفضل ان يتجنبوا الاشخاص السيدات اللي عندهم تكيس مبايض لانوا برفع السكر في الدم بشكل كتير كبير كل ما كان خمس وخمسين وتحد كل ما كان احسن معتدل لواطي فهون عرضين امثلة في عنا اول اشي الحبوب الافطار هدول ايوه ففي عنا ثلاثة وتمانين فشوي عالية بس مش كل انواع حبوب الافطار في كتير انواع منها بس عادة اللي انخالة بكون اقل شوي حبوب الافطار العادية ممكن يكون رقم ثلاثة وتمانين وهذا برفع كتير نسبة سكر في الدم بعد تناوله تمام يعني هذا يبتعده اه يعني نقلل منه قد ما منقدر اوكي نختار الاسمر منها مثلا الصورة اللي بعدها عنا شوفان شوفان يعتبر معتدل لعالينة في الصغيرة بس احسن مثلا يعني اذا كان عندها خيار حبوب افطار مثلا عادية او شوفان او شوفان تختار شوفان فهو واحد وستين يعني يعتبر من البرفع معتدل مش عال كتير في اعلى منه اوكي اوكي هلا ننتقل لنوع تاني من الاكل وبرجع بحكي هذا عبارة عن بيعطينا رقم قدي برفع السكر في الدم بعد تناوله في عنا البرغل مثلا هذا كتير انا بفضله لسيدات اللي عندهم تكيس بدل الاروز يستخدموا البرغل البرغل 48 فيعتبر منخفض عرفت كيف فهذا ممتاز يكون ممكن نطبخ ببرغل بدل روز مفيد جدا يعني مجدرة ببرغل احسن مجدرة ببرغل يعتبر احسن من الاروز هلا في عنا الاجاث عشان حكينا على الاجاث والفواكه هاي منلاحظ 48 احنا قلنا اي اشي تحت ال 55 يعتبر معتدلة منخفض فهو يعتبر منخفض عشان هيك منركز في الحميات انهم ياخدوا انجاث وتفاح لما شوف التفاح كتير اقل كمان التفاح هلا اظن صورة التفاح رح تكون هوا الاجاث 48 شوف الصورة البعدها تفاح 36 فلاحظتي انه الدي قليل التفاح فما برفع السكر في الدم بشكل كتير كبير فممكن نستخدمه ضل عنا نوعين من الاكل اظن عنا الخبز الابيض شوي مرتفع تاعو عنا الاروز البني الاروز البني 55 اوكي وعنا الخبز الابيض 70 70 70 عالي جدا فعشان هيك لما يكون سيدات كتير الوضع عندهم نركز لهم فواكه برغول سوفان نخفف يعني مثلا ممكن بدل الخبز الخبز الاسمر شوي احسن المعكروني على فكراتات مؤشر جلاسي مرخفض فيه معنا معكروني سمرة المعكروني العادية ادي نفس الشي تقريبا بالخمسينات احسن من الخبز احسن من الخبز الخبز الابيض كتير يعني عشان هيك البنات اللي عندهم تكيسوا بياكلوا كتير خبز بأكلهم خاصة اذا ابيض بضلوا السكر عالي عندهم يعني عندهم مشكلة طب هاي نصيحة مهمة لان الخبز الاساسي طب اذا خبز ازا اسمر منخفف شوي او لا نفسي احسن شوي بس نفس الدرجة بس انا كنصيحة الهم ممكن شوفان بعض حبوب الافطار موجودة الخبز بكميات بسيطة اسمر ايكون والخبز يعني يقللوا من تناول ما يلغوا طبعا والفواكه نركز عليها بردان خوخ دراء تفاح اجاز تفاح اي نوع لان انت حاطه تفاح اخضر كلهم نفس الشي كلهم نفس الشي بس التفاح الاخضر لانه حلاوته اقل فبساعد شوي اكتر كمان من يعني كلهم نفس الشي تقريبا بس التفاح الاخضر فيه امتياز فيه اكتر نتفهم تمام اوكي نصيحة اخيرة اذا بتحبي تحكي اهم اي شي ما ناخد ادوية زي ما بدنا جرعات بتختلف اذا بدأت بالعلاج وزا بدأنا بدأوا نكمله نكمله وتراجع مع الطبيب اكيد هو الادرة بانواع الادوية للعلاجات حمية لحالها ما بتصبط حمية ورياضة بتها رياضة كتير الى اساسي بالتكييس الموبايد حبيتك غطينا الموضوع لانه انا بعرف قديش فيه شريحة بالفعل من النساء بعانوا من موضوع تكييس الموبايد فان شاء الله المعلومة وصلت شكرا لك ربما شارك شكرا للمتابعة وما تنسوا تشتركوا في القناة لاتشوفوا كل شي جديد